حلل هذه المواضيع وأكتر من خلال الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة شروق وعضو مجلس الشيوخ اللي منورني ومشرفني النهاردة أهلا بحكي يا أستاذ عماد وصباح الخير صباح الخير وصباح الخير وصباح الخير يا أهلا وسهلا صباح الفل عايزين نهاردة نبدأ بالحدث الآن دلوقتي اللي هو المنتدى الحضري العالمي اللي انطلقت دورته الاثناشر النهاردة في القاهرة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية عايزين نعرف إيه شكل هذا المؤتمر أو المنتدى فلسفته إيه وإيه اللي ممكن يعود علينا من خلال تنظيم هذا المؤتمر تمام المؤتمر ده بيعقد كل سنتين نعم وده تاني أهم مؤتمر في العالم بعد مؤتمر المناخ وده مؤتمر بتنظمه الأمم المتحدة نعم فبالتالي لما انت تصديف مؤتمر بهذا الحجم فيه كل العدد اللي حضرتك تفضلت به 181 دا 181 دا وفيه رأساء دور ورأساء وزراء ووزراء ونواب ومحافظون من كل دول العالم وهيئات عالمية كتير جدا جدا فبالتالي لما انت يعني على المستوى الشكلي فقط ان انت دايما متميز في استضافة المؤتمرات الكبرى دي حاجة مهمة جدا كون اختيار القاهرة انه يعقد في هذا المؤتمر دليل أكيد وجديد على انه هذا بلد آمن ومستقر في منطقة قدينا شايفين كلها على كف عفريس يعني دا على المستوى الشكلي والرمزي على المستوى المضمون ان دا مؤتمر الهدف الرئيسي بتاعه هو البحث فيه تحسين جودة الحياة للبشر الاسكان المرافق مش المناخ المناخ مختصة بيه مؤتمر المناخ الكبر كذا 28 و27 وإلى آخره لكن دا مختصة بيه ما يتعلق بالهايب تات أو يعني ممكن نقولها ايه اللي هي الحق الناس في اقامة وحياة سعيدة وجيدة وحضرية هو بيناقش عشرات قال لم يكن مئات الموضوعات المتعلقة بالهجرة المستمرة دايما من الريف إلى المدينة هل يا سبب هذا الفلسفة أو الفكرة دي هي option دلوقتي ولا أساسي من أساسيات الحياة في ظل نحن بنتكلم في حياة بقى لها جودة والكلام ده كله بتهليه وضحاء لكل مواطن ولكن في بعض الدول عندها ربما مشاكل وعندها أولويات بصها الشام أكل وشرب وغير وغير بص الأمم المتحدة عاملة حاجة اسمها عشرين ثلاثين تمام عشرين ثلاثين دي فيها سبعتاشر حاجة أساسية حتى كده في الأوراق بتحت الأمم المتحدة وفي الخرائط وفي الشرط اللي عندهم بيكتب لك السبعتاشر الحق في السكن الحق في التعليم الحق في الإسكان الحق في الحرية حقوق كثيرة لحقوق الإنسان يعني دي لا في فرق من حقوق الإنسان بتاع الـ 48 المقتص بين المجلس العالمي لحقوق الإنسان وبين أهداف الألفية أهداف الألفية العملية للأمم المتحدة اللي عشرين ثلاثين اللي بدأت من سنوات اللي هي الحقوق الأساسية للإنسان مش بس حقه مش حقه في التعبير وحرية لا حقه في التعليم حقه في الصحة حقه في أنه يتمتع بمسكة نظيفة فبالتالي دي حاجات فيه دول عملتها حققتها وفيه دول تانية ما عملتش وفيه دول تالتة هي أساسا مش موجودة الدولة الدولة نفسها مش موجودة حتى الرئيس كان يتكلم في النقطة دي في زيارته الفرنسا من كم سنة فالدولة مش موجودة اللي هي يعني أو ما يسمى دلوقتي الدول الفاشلة أو الدول فيها صراعات طائفية أو مناطقية أو جهوية أو دينية أو عرقية فبالتالي لما أنت بتتكلم على ناس بيتحاربوا جوة دولة واحدة هتتكلم إمتى الحق لجودة الحياة بالضبط أنا آسف يعني الأخوة أشقاء في السودان ربنا يفوق كربوم يا رب الله أمين فيه بيتكلموا عن عشرة مليون نازح أو أكتر من مليون لاجئ واغتصاب وقتل طيب هنا هقدر أتكلم على حقوق حق الحياة وحقوق جودة الحياة الناس مش لقيها أساسا المكان بيتها الأساسي أنها تقدر تعيش فيه وده كان هدف السؤال وخاصة أننا بنتكلم على مستوى العالم فبالتالي أنا أصلي هناك فرق بين الكلام النظري والتطبيق العمل التطبيق العمل هنا أنك أنت الأول أن يبع عندك دولة مستقرة دي نقطة مهمة لا أحد ما فيش كتير بيقضوا بالهم منها قبل ما بتكلم على جودة الحياة أنك أنت تتمتع بالمياه النظيفة أو بقول دلوقت هو بتوع أهل غزل أشقان لقين مية أصلا لا ما فيش مية يعني بعضهم كان بيضطر أنه يلجأ لحلولة غريبة جدا بفعل العدوان الإسرائيلي أو الأخوة في سوريا بفعل الحرب الأهلية أن أنت جودة الحياة في سوريا رجعت تماما بفعل الحرب الأهلية وبفعل العدوان الإسرائيلي المستمر اللي بيضرب كل يوم ممكن تلاقي دا في الصومال فيها اطلاف شديد جدا بفعل التدخل أسيوبي ليبيا فيه انقسام بين الشرق والغرب فما أقصده أن أنت عشان تبتدي تتكلم عن جودة حياة عليك أن الأول يبع عندي استقرار بعد الاستقرار ابتدي تتكلم فيه الطريق دا كويس ولا وحش المياة اللي احنا بنشربها نقية ولا نص نقية الهوى والمناخ كويس ولا مش كويس هذه هي أساسيات فالمؤتمر النهاردة بتكلم على ما ينبغي أن يكون بين الحق من حقوق الأساسية للناس أنهم ما يعيشوا في الحياة ذات جودة جيدة بس هل تحقيق المستهدفات دي يا أستاذ عمد بالأمر الهين؟ لا طبعاً لو بالمؤتمرات بس ما كانش تتحلت من زباً لكن أنت ميزة المؤتمرات أن أنت بتنقل خبرات بتتناقش فيه مستهدفات أن أنا عايزة أعمل إيه؟ طبعاً أنا أعمل هذا إيه؟